حملت تضام واسع مع الزميل الإعلامي الرياضي حمزة بركاوي الذي يعاني في صمت في مستشفى القطار بالعاصمة إثر إصابته بداء المالاريا أثناء تواجده بالكاميرون خلال الكاني السابق ومما زاد من أعراض المرض هو إصابته بفيروس كورونا الذي ضاعف له الأعراض وأصبح نقله للعلاج خارج الوطن مطلبا رئيسيا صحفيون وإعلاميون ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عبروا عن تضامنهم الشديد مع الزميل حمزة بركاوي متمنين له الشفاء العاجل حيث كتب الإعلام الرياضي عثمان كمال والله إني أشهد الله أني أحبك في الله يا صاحب القلب الطيب من باب معاناة سابقة أدرك الظرف الصحي الذي تعيشه حاليا أما ما يدور في سريرتك الآن فلا يعلمه إلا الله ومهما كتبنا منشورات عنك فلن يكفيك ذلك حقك أيها العزيز أدعو الله أن يشفيك من سقمك وأن يعافيك من مرضك فهو القادر عليه وأن يعجل برجوعك إلى أهلك وبناتك وإلينا في صحة وعافية فيما كتب أيضا الكاتب الإعلامي على صفحته الشخصية نجم الدين سيد عثمان اللهم أعده إلينا سالما غانما معافى في صحته وجسده اللهم اشفيه وتوله وارحم ضعفه وعافيه يا رب العالمين واسعدنا برؤيته قريبا إنك على كل شيء قدير شكرا